كان عنده تواجد كسيف في منطقة وسط الميدان وكان عنده توازن هجومي وحركة بتاع تلعبين في خطة المقدمة يعني متدربين عليها الهدف اللي نشوفه قدامنا بيوريك السيطرة الميدانية والتمركز الجيد في منطقة وسط الميدان وكيف انك تتحول من فريق في حارة الدفاع بتلعب بأربعة خمسة واحد وعند الاستحواز انت بتتحول عشان تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بسهر لك الثلاثة محاور الموجودين في مريخ الفاشر صديق متوكل وهشام جنية وابراهيم كوني وثلاثة لعبين في خطة المقدمة بإضافة مجدى عبد الميد مع تبادل أدوار شوفنا تبادل أدوار بين عنكبة والميدي ومنتصر عثمان عنكبة في اللحظة دي شوف ميدي بيعمل التنظيم في منطقة وسط الميدان مع شام جنية وبينزل عنكبة يبقى لعب وسط عشان اصنع لمنتصر عثمان اللي اتعامل مع الكوري بشكل ممتاز جدا في وجود بتاع لعبين من فريق المريخ لكن دون رقابة ودون مهام ليه لأنه واضح أن المريخ منه المفترض كان لعب بتنظيم مختلف في وسط الميدان في خلل دفاعي تقدم سلاح نيمير في منطقة ما منطقته لأنه عمل على مبدأ الرقابة مع عنكبة وبعد أشوف لو كان منتصر لعب الكورة عرضية عنكبة كان ممكن يكون موجود بوريك أنه ما في عمل دفاعي كان غير موجود في هذه الجملة تكتيكية بالنسبة لمريخة الفاشر لكن أنا أقول لمريخة الفاشر أعرف إنه كيف يجيب بشكل ممتاز بعد ما أحرز الهاتف ترجمة نانسي قنقر